اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسز تعلمنا نبذة اساسية عن واجهة البرنامج في المحاضرة السابقة وابتداء من هذه المحاضرة راح نبدأ بعمل الجداول والكويري وطبعا النماذج والتقارير ورح نشرحها ان شاء الله بشكل مفصل في هذه المحاضرة والمحاضرات اللاحقة طبعا بعد ما انشئنا قاعدة بيانات اكسز راح تفتح عندنا بهذه الطريقة طبعا راح يفتح عندنا جدول بهذه الطريقة طبعا راح احذف عني هذا الجدول حتى انشئ الجدول من جديد في حال لو هذا الجدول ما تم انشائه ورح اضغط على اغلاق حتى انشئ جدول اجي الى انشاء وطبعا اضغط على هذا الخيار اللي هو جدول طبعا اما انشئ جدول بالطريقة الاعتيادية او بطريقة التصميم مبدئيا راح اختار طريقة الجدول بالطريقة الاعتيادية ورح انشئ هذا الجدول جيد طبعا راح تظهر عدي هذه النافذة هنا نعدي المعرف اللي هو طبعا اسمه الـ ID راح نشرح ان شاء الله بعد ما نكمل الجدول نجي هنانا عدنا في هذا المكان انقر للاضافة الغرض من هذا الخيار هو نختار نوع البيانات في هذا العمود طبعا هنا راح يكون الاسم فراح اختار هنا نص لان راح اكتب الاسم فراح اسمي هذا العمود راح اسم الاسم جيد بعدها هنا راح اضيف عمود ثاني راح اسمي مثلا الميلاد راح يكون التاريخ والوقت وراح اسمي تاريخ الميلاد ايضا راح اضيف رقم الهاتف وطبعا عدي هذه مجموعة من الاوامر عدي هنا رقم وعدي هنا ناص مختصر وطبعا اكو خيار اللي هو رقم طويل هذا الرقم الطويل متوفر بالاصدارات الحديثة يعني اعتقد 2019 فما فوق ويعني ما انصح باستخدام لان في حال لو فتحنا قاعدة البيانات باصدار قديم ما راح يكتشف هذا الحقل فرقم الهاتف راح نختار ناص مختصر طيب ممكن واحد يسأل لي قول زين ليش ما نختار نوع رقم اكيد هو رقم ولكن هذا الخيار الرقم هنا يسمحن انه نضيف عشرة ارقام فقط او 11 رقم فقط ما يسمحن نضيف رقم بكمية اكبر فرح نختار نص مختصر ورح نسمي رقم الهاتف طيب ممكن هنا نختار العمر لا بأس نختار رقم لان العمر قليل فنختار رقم ورح نسمي العمر جيد ممكن هنا نختار الايميل الايميل راح يكون نوع ارتباط تشعبي حتى نضغط على الايميل مباشرة يودينا للأوتلوك او يودينا لجوجل وهكذا فرح اختار هنا ارتباط تشعبي ورح اسمي البريد الاليكتروني طبعا ضروري عندما انشئ عمود لازم اختار نوعه جيد واخيرا راح اختار الصورة ورح يكون مرفق ورح تكون مثلا هنانا هذه الصورة جيد هذا في البداية ضروري انه نختار المعرف حتى يكون الايدي ممتاز راح نشرح ان شاء الله شن الايدي بشكل مفصل لما نوصل الى العلاقات جيد الان بعد ما كتبنا البيانات راح اجي الى الاسم حكتب مثلا بهاء عبدالستار وطبعا تاريخ الميلاد ياما اكتب مباشر ياما اقدر من هنا اختار اضغط على هذا الخيار وطبعا اختار السنة هنا مثلا لاح اختار ممكن يعني اختار السنة هذه الطريقة طبعا اقدر يعني اختار الوقت اللي اريده ولو العملية مزعجة جدا اقدر اكتب هنا بشكل مباشر مثلا 2251990 رقم الهاتف مثلا راح اكتب رقم عشوائي لا على التعين العمر مثلا راح اكتب 31 جيد البريد الالكتروني مثلا راح اكتب بريد عشوائي لا على التعين بها مثلا ات انفو وطبعا راح اختار الصورة طبعا اذا اريد اضيف الصورة اضغط دبل كليك على هذه علامة الدنبوس المرفق هنا اضغط عليها واختار طبعا اضافة واحدد الصورة راح اختار صورة عشوائية مثلا هذه الصورة ومن ثم موافق طبعا ضرورة جدا انه الصور تكون بنفس المجلد اللي انشأنا بالقاعدة يعني احنا لا تذكرون بالمحاضرة السابقة هنا تم انشاء المجلد الخاص بالقاعدة ضرورة ان الصور تكون هنا بنفس المكان جيد وهكذا طبعا اكمل بقية المعلومات وبالتالي راح يصير عدنا جدول مثلا احمد مثلا احمد ناظم مثلا عبدالعزيز تاريخ الميلاد مثلا واحد خمسة الف وتسعمية وتلاتة وتسعين رقم الهاتف ايضا رقم عشوائي للمثال مثلا مثلا عدنا العمر راح يكون مثلا 28 29 مثلا ايضا راح يكون عدنا اليميل مثلا احمد ات مثلا gmail dot com مثلا لعلى التعين وايضا طبعا نضيف الصورة وكمل عدنا جدول جيد طبعا هذا الجدول ضروري انه احفظه عمليات الحفظ التيم اضغط هنا نكليك ايمن واختار حفظ او اضغط هنا على هذه علامة الحفظ وراح اجياء لحفظ طبعا راح اسمي الجدول بيانات الموظفين وراح احفظه طبعا راح يكون عدي هذا الجدول اقدر هنا اغلق هذا الجدول اغلاق واقدر هنا افتحه وطبعا بالتالي اضيف البيانات اللي يعدي بهذا الجدول تماما كإنما عندي برنامج اكسل جيد اقدر انشئ جدول بطريقة اخرى طبعا من انشاء طبعا راح اختار هنا التصميم الجدول راح ينشئ لي جدول بطريقة التصميم هذه الطريقة بيها تفاصيل اكثر راح نبين هذه التفاصيل لاحقا ولكن الطريقة هي في البداية اهنا اسم الحقل راح يكون مثلا رقم الموظف نوع البيانات مثلا راح يكون رقم اهدنا اهنا راح يكون اسم الموظف النوع من هنا نختار اللي هو ناص ايضا عدنا تاريخ الميلاد راح يكون عدنا تاريخ العمر راح يكون عدنا لقم البريد الاليكتروني راح اختار اهنا ارتباط تشاعبي وصورة الموظف راح نختار اهنا طبعا راح تكون مطفق طبعا راح اجي احفظ الجدول وراح اختار حفظ وراح اسمي بيانات الموظفين 200 مثلا وراح اجي على الموظف راح تظاهر لهذه الرسالة طبعا هذه الرسالة راح يقول لي انه لابد انه تصنع عمود خاص للآي دي الآي دي اللي هو البرائموري كيل اللي شرحناه قبل شوية قلنا لازم نخليه فهنانا يقلي اما يخليه بشكل اوتوماتيك اما احنا راح نخليه بطريقة يدوية طيق وشون نخليه بطريقة يدوية طبعا هذا هو العمود الخاص برقم الموظف هو نفسه راح يكون الآي دي وطبعا اجي اضغط هنا من قائمة تصميم اضغط على مفتاح اساسي اذا لاحظ هنا صارت عدي علامة اي ان هذا الآي دي اصبح هو البرائموري كيل الخاص بهذا الجدول راح ارجع احفظه من جديد راح اسمي بيانات الموظفين اثنين ومن ثم موافق اذا لاحظ عدي هذا الجدول وعندي هذا الجدول طيب انا هذا الجدول الثاني اللي انشأته بطريقة التصميم اريد ادخل البيانات انا حاليا صممت الجدول شون ادخل البيانات طبعا اما هنا اضغط اكليك ايمن واختار طريقة عرض ورقة البيانات اما هنا من الصفحة الرئيسية عرض واختار طريقة عرض ورقة البيانات جاي راح اجي هنا اكتب الاسم وتاريخ الميلاد وطبعا العمر والبريد الالكتروني واضيف صورة وهكذا اقدر املئ البيانات طبعا يعني هذا الجدول مثل ما ملئنا البيانات بنفس الطريقة راح نملأ البيانات طيب ممكن واحد يسأل يقول زين انا اجي اصمم جدول بهذه الطريقة يعني اجي هنا انشاء جدول واجي اختار نوع العمود ومثلا نص واكتب الاسم طيب شنو الغاية انه انا مخليلي هنا انشاء بطريقة التصميم طيب ليش انا عندي انشاء بطريقة التصميم الغاية هو انه في هذه الطريقة اقدر اضيف تفاصيل اكثر متشعبة لالاعمدة يعني مثلا هنا راح اقول اسم الموظف واجي هنا اختار نص مثلا طويل او نص مختصر عدي هنا اجوب الاسفل تفاصيل وطبعا عدي هنا ايضا تفاصيل وفي هذه التفاصيل نقدر نضيف ونقدر نضيف ارتباطات اشعوبية وعلاقات ونقدر نصنع العجائب اللي راح نتعلمها ان شاء الله لاحقا يعني هنا مثلا حجم الحقل اللي هو 255 اقدر اسوي 100 اقدر اسوي 10 بحيث ما حد يقدر يدخل اكثر من 10 حروف او 100 حروف وبالتالي اجبر المستخدم ان يضيف عدد معينة من الاحرف اقدر طبعا اضيف تنسيقات اقدر طبعا اسمي التسمية توضيحية اللي هي التسمية اللي استخدمها بالعلاقات والكويري وطبعا امور عديدة نقدر نتعلمها مثلا انه هذا الحقل يكون مطلوب يعني اذا اجي هنا عندي لا اختار نعم انه هذا الحقل ما ممكن انترك لابد اني انكتب وطبعا مفهرس اللي هو راح يكون البرامري كي اقدر اخلي وهكذا طبعا امور عديدة نقدر نستفاد منعدها ان شاء الله راح نتعلمها لاحقا فالغرض من انشاء الجدول بطريقة التصميم هي اقدر اضيف تفاصيل وخصائص اكثر للآمدة طبعا هذه نوبدة مختصرة لاضافة الجدول بالطريقتين طريقة العادية وطريقة التصميم واجب هذه المحاضرة هو انشاء جدول باي طريقة مع ادخال بيانات لخمس موظفين بهذه الطريقة ان شاء الله بالمحاضرة سهلة وواضحة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى